اشتركوا في القناة وين يضخان الدم إلى الخيشيم في حين أن الثالث يضخ الدم إلى باقي الجسم والأغرب أن القلب الثالث يتوقف عن الخفقان عندما يسبح الأخطبوت ولهذا نرىه دائما ما يميل إلى الزحف أكثر من السباحة لأنها تسبب له الإرهق ننتقل إلى الحيوان الثاني وهو البوم والحقيقة أن هذا الطائر طبعا له عيونا أمبوبية بعيدة النظر بدلا من مقلة العين الكروية هذه الأنابيب البصرية تصل إلى عمق الجمجمة ما يعني أن عيني البوم مثبتة في مكانها لا تتحرك وعلى البوم أن تدير رأسها حتى ترى ما يدور حولها الثالث الفراشات ومن منا لا يحب الفراشات فهي تنتمي إلى فئة الحشرات وتستعمل أقدمها لتذوق طعم النباتات والتي تقف عليها وتتألف عيونها تخيلوا من ستة آلاف عدسة وتمكنها من رؤية الأشعة بفق قلبة نفسجية إلى الحشرة التي تعتبر الركيزة الأساسية بحياتنا بالأرض وبالسيركل أوف لايف أو الحياة بصفة عامة النحلة أو النحلة الطنينة التي سنتحدث عنها اليوم التي تعيش في خلايا وتعتمد على روح الفريق في العمل وأداء المهام لديها خصائص مميزة تختلف عن غيرها وتميزها للقيام بعملها في صنع العسل وتلقيح النباتات بسرعة كبيرة وغريبة فهي ترفرف بجناحيها بمعدل 200 مرة في الثانية يعني هذه عدد كبير من الحيوانات تعرفنا عليهم جائزة الاتصال مع الدكتورة